نتحدث الآن عن ضرورة تهوية المنازل بشكل دوري حتى في فصل الصيف مشاهدين هذا ما ينصح به أخصائي الأمراض الباطنية وذلك لتجنب المشكلات الصحية والحفاظ على القدرة على العمل حيث أن الهواء النقي ضروري لتنشير جميع خلايا الجسم وينخفض مستوى الأكسجين بالأماكن المغلقة غير المهوات ويرتفع مساوة ثاني أكسيد الكربون مما يساهم بزيادة تكاثر البكتيريا والكائنات الحية الدقيقة ويزيد من خطر انتقال الفيروسات والحساسية وأمراض الجهاز التنفسي ويؤدي ذلك أيضا لتدهور الصحة العامة بما في ذلك أصداع انخفاض الأداء وضعف الدورة الدموية الدماغية وارتفاع ضغط الدم ولذلك مشاهدين يوصى بتهوية المنزل كل ساعتين تقريبا حتى في الطقس البارد عن طريق فتح النوافذ في الغرف لمدة 5 إلى 10 دقائق قاصة غرف النوم وغرف الأطفال